قبل ساعات على الموعد المرتقب لجلسة مجلس الوزراء لإقرار قانون الانتخاب يبدو أن هذا الأخير لا يزال عالقا في عنق الزجاجة ولعل ما رشح عن الاجتماع الليلي الذي عقد في وزارة الخارجية بحضور الوزير جبران بسيل والخليلين ونادر الحريري وتغيب عدوان لساعات الفجر الأولى أبرز دليل على ذلك فبحسب مصادر مطلعة فأن الاجتماع لم يؤدي إلى تصاعد الدخان الأبيض وكانت الأجواء ضبابية فالعتبة الطائفية للمرشحين التي طرحها بسيل رفضها الثنائي الشيعي وأما سحب ست مقاعد من أصل 128 وحصر انتخابهم بالمختاربين فرافضه الثنائي الشيعي أيضا مطالبا بإضافة مقاعد المختاربين إلى 128 خصوصا وأن بر يعارض بسيل في هذا الموضوع في ظل تسجيل ألف مغترب غالبيتهم مسلمين وسط هذا الرافض لوح بسيل بعرض النقاط على التصويت في مجلس الوزراء الأربعاء فبادر حينها الثنائي الشيعي إلى التلويح بالاستقالة بالمحصلة يقول المصدر أن الأمور مكانك روح كل هذا التشاؤم والمهل بالمرصاد في ظل دورة استثنائية فتحها الرئيس عون إلى العشرين من حزيران لإقرار قانون الانتخاب حصرا بس أنا ما حاسس من الأجواء اللي عم بالمسا أنه فيه بحث بأمور شدية أنا بعتقد الإمكانية ما بيقلك المرسوم البحث حصرا بقانون انتخاب جديد بيأخذ قانون الستين أنت بتعرف أنه أي قانون يتعدل بصور قانون جديد أي قانون بتاخده يتعدلي صار قانون جديد بيأخذه قانون الستين بينقله خلينا نقول مثلا نايب ترابلس على البترون ما هي صار قانون جديد صار قانون تعدل إذن صار قانون جديد وبهيض القانون الشديد بحطه فقرة بالآخر أنه يمدد لثلاث شهور وتجي الانتخابات بعد ثلاثة شهر وفق هذا القانون على صعيد بعبدة تقول مصادرها أن هناك جمود حول بعض النقاط وأن الصوت التفضلي تم الاتفاق عليه وحسم على أساس القضاء وأن عتبة التأهيل لا تزال عالقة لكن رغم كل ذلك تقول المصادر ليس هناك من مبرر للتمديد أكثر من أربعة أشهر وأضافت المصادر أنه في حال لم تحسم النقاط العالقة فنحن ذاهبون إلى التصويت هذا قانون الانتخاب يريد أن يتصويت عليه إذا ما حصل التوافق يريد أن يتصويت عليه بالتلتين إن حضر شو ما حضر فوق العشرين تعمل حسابك تاخذ التلتين بس يتصويت عليه بالتلتين يعتبر أنه أقر بمجلس وسراء ويرسل إلى مجلس نوابك إذا كان قانون الانتخاب من مسئولية الحكومة فماذا بإمكان مجلس النواب القيام به وهو الذي يحتفظ بسبعة عشر اقتراح قانون انتخاب في أدراجه بيقدر المجلس نيبي يقترح على حاله قانون ويدعي رئيس المجلس وقت المكتب على اجتماع المجلس نيبي والمجلس نيبي بيقدر يقر هذا القانون مفروض بهالحالة يعطي صفة الاستعجال للقانوني اللي عم بيصوته عليه حيث تعطيه صفة الاستعجال بصور رئيس جمهورية بدل الشهر عنده بس خمسة أيام تحتى يبدي رأيه فيه إذا بده يرده أو لا إذا هالشي بده يصير نحن اليوم بـ 12 شهر مفروض أنت يكون عندك بالقليلة تطرح هالشي 6 أو 7 أيام قبل 20 الشهر يعني بدك تطرحه بـ 13 أو 14 أقصى إذن باختصار لا اتفاق على التفاصيل ولا موافقة على التصويت فهل ينجز في الساعات المقبلة مع عاجزة الأشهر عن إنجازه؟ ترجمة نانسي قنقر